أعلنت مصر رفضها القاطع للإدعاءات التي نشرتها شبكة CNN الأمريكية بشأن قيام القاهرة بتغيير شروط اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حمس وفي استجابة منها للرد المصري نشرت الشبكة الأمريكية بعضا من الملاحظات الواردة به ومن بينها تعمد بعض الأطراف اتهام الوسطى ومصر تحديدا بالتهرب من اتخاذ قرارات مصرية كعادتها لم تجد وسائل الإعلام الغربية سواء الأمريكية أو الإسرائيلية بديلا عن الافتراءات والادعاء من أجل التنصر من مسؤولية القتل والدم بعد إفشال الاحتلال الإسرائيلي بتعنته المقترحة الأخيرة لصفقة التهدئة وتبادل المحتجزين مع حركة حماس في مقال مغلوط سمته للدعاء منذ الأحرف الأولى زعم موقع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن مصر غيرت شروط صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة تلك الادعاءات الباطلة في أساسها ترمي إلى تشويه دور مصر الرئيسي والبارز في مفاوضات وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على غزة وفي رد مصري فوري أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات رفض مصر بصورة قاطعة تلك للدعاءات ووجه خطابا رسميا لموقع CNN يؤكد هذا الرفض وما قام عليه من أسانيد ولأن وضوح موقف مصر بالنسبة للقضية الفلسطينية لا يقبل المساومة تحدى رئيس هيئة الاستعلامات موقع CNN أن ينسب للدعاءات التي نشرها إلى مصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة وهو بالطبع ما لم يحدث بيان تكذيب مصر لهذا المقال وردها في حد ذاته أمر مسلم به وطبيعي ولكن استجابة موقع CNN للخطاب المصري من هيئة الاستعلامات بنشر هذا الرد يعد دليلا قاطعا على نزاهة وشفافية موقف مصر الثابت من القضية موقع CNN نشر أجزاء من الرد المصري تضمن بعضا من الملاحظات الواردة به فنشر عن مصدر مصري رفيع رد مصر بأن بعض الأطراف تلعب لعبة اتهام الوسطاء ولومهم واتهامهم بالتحيز من أجل التهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة مبرزا استغرابها محاولات بعض الأطراف الإساءة المتعمدة للجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطاق النار في غزة خلال الفترات الأخيرة دأبت أطراف بعينها على توجيه الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليه اتهامات تحمل في ثناياها أغراضا سياسية باطنة تكمن في الحفاظ على مصالح لبعض هذه الأطراف ومواجهة أزمات سياسية داخلية تمر بها إن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين والأسرى جاء بعد مطالبات وإلحاح من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور انطلاقا من إدراكهما الخبرة الطويلة لمصر وحرفيتها في إدارة مثل هذه المفاوضات خاصة وأن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة بين إسرائيل وحركة حماس فكيف وبعد جهود كهذه على مرأة ومسمع من العالم يكون لها يد متورطة كما يدعي من كان له اليد الحقيقية في إفشار جهود الوساطة بتعنته وتمسكه بالقتل والدم